انحدار نحو الأسفل مر به التعليم في العراق منذ عام 2003 إلا أنه في حكومة السودان وتحت إشراف الوزير الميليشيوي نعيم العبودي وصل الانحدار مراحل خطيرة متمثلة برداءة التعليم وانتخاذه مناهج طائفية إقصائية باحثون وأكاديميون حذروا من تبعات تنامي وما وصفوه بالممارسات الدكتاتورية في وزارة التعليم العالي على جدة التعليم ومخرجاته في العراق بعد تشخيصهم نشاطات إقصائية وطائفية لتكريس صوت واحد يتناغم مع توجهات وزير التعليم العالي في حكومة الإطار التنسيق نعيم العبودي ومن خلفه ميليشي العصائب الموالية لإيران التحذيرات جاءت بعد أن أطلق العبودي لعنانا لمجموعات ولائية للعمل داخل الجامعات الحكومية والأهلية في محاولة لكسب الشباب في صفوف الميليشيات والأحزاب وإشاعة الأفكار الولائية لتحقيق مزيد من النفوذ بعد فشل المكاتب الحزبية والميليشيوية بهذه المهمة عن طريق الطرق الكلاسيكية معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد أن تسلم ميليشي العصائب وزارة التعليم العالي منحها الفرصة لتعويض النقص الحاصل في الطواقم الشابة لدى الميليشيات والسعي لتقويض الحركات الإصلاحية الشبابية بين أوساط طلبة الجامحات والتي كانت الوقود الأساسي لانطلاق ثورة تشرين والتي ساهمت بتقويض سلطة الميليشيات ووضعهم في صدام مباشر مع المجتمع العراقي وسبق للعبود أن قال إنهم يؤمنون بولاية الفقه وبالنسبة لهم أن ما يؤمنون به هو العمود الفقري لهم ثقافيا وعقائديا فلذلك إن تسلمه وزارة التعليم يعد خطوة من خطوات خدمة المشروع الإيراني على المستوى التعليمي واقع تعليمي يضر بسمعة الجامعات العراقية ويشكل خطرا على مستقبل العراق من ناحية تسميم أفكار أبنائه بعقد طائفية توغل في تدمير المجتمعي وتفكيكه